اشتركوا في القناة لا تعكس الواقع المالي للبلاد الأمم المتحدة تطلق عملية توحيد جهاز حرص المنشآت النفطية الليبية وجولة أخرى من المفاوضات السياسية تبدأ الأسبوع المقبل منتصف الليل من تونس سهلا بكم مشاهدين الكرام ما زالوا أصحاب شهائد العليا المعطرون عن العمل في انتظار تفعيل القانون عدد 38 لسنة عشرين و الفين المتعلق بأحكام نسيثنائية للانتداب في القطاع العمومي مطالبين بالتسريع في إصدار الأوامر الترتيبية والمنصة الإلكترونية التي تنظم هذا القانون هؤلاء المعطلون ما يزالون ينفذون وقفاتهم الاحتشاجية بسحة القصبة أحلام غانمي قضت عمرا في تحرير مطالب الشغل واجتياز المناظرات منذ أن تحصلت على شهادتها الجامعية قبل 19 سنة وإلى اليوم ما زالت أحلام تنتظر تحقيق الحلم أنا من عائلة أبونا يخدم علينا لدينا أربع أفراد من عائلة كلنا أربع خريجي تعليم عالي حتى حد ما يخدم فينا نحن نسمو المظلومين من العهد القديم جينا في قبل الثورة جيت فما برشة انتدابات فتحت الطاولة وفما الكبس بالفلوس وفما برشة حاجات جيت الثورة قلنا صيئة باش يأخذونا تويكة وبشت حل مشكلتنا زادوا عادوا نفس الإشكالية ببل طوى ما زلت أنا عشر ألف فرنك ما أخذهش من عندي حلمي أني نحقق له لأو أربع حاجة من اللي عملها لي وتعلق أحلام أمالها اليوم على قانون ثمانية وثلاثين الذي يعنى بمن طالت بطالتهم عشر سنوات أو أكثر تنسيقية المعطلين عن العمل المشمولين بقانون ثمانية وثلاثين لسنة عشرين وألفين طالبت بالتسريع في إصدار الأوامر الترتيبية والمنصة الإلكترونية التي ستنظم هذا القانون مطلب أول التسريع بإصدار الأوامر الترتيبية إصدار المنصة الإلكترونية اللي يتحدد كل المشمولين اللي يتحدد المشمولين بالقانون بالقانون عدد ثمانية وثلاثين دون إقصاء ولسه ثناء قانون هذا محدد بصقف زمني اسمه أربع سنوات إذا كان بشي ضيع العامل أول في المماطلة والتسويف نظن أنه بعد كنها بشتلق الصعوبة الدولة في التعامل مع المعلف في هذا لأنه العدد المعطلين غير محصور وهذا يخلي نوع من الارتباك داخل المعطلين حاجة أخرى نطلب من نواب لصادقوا على القانون هذا ماذا بهم؟ يضغطوا أن الميزانية التكملية والميزانية القادمة 2021 لازم يكون فيها نصيب هام للانتدابات لأصحاب الشهيد العليا ضمن القانون 38 عوضو لجنة التربية بمجلس نواب الشعب فيصل الطهري أكد أن تعطيل الحاصلة في القانون هو تقني وأن الحكومة تعمل على إطلاق المنصة الرقمية في أقرب الآجال المعطيات الخاصة بالمتخرجين والمعطلين بأصنافهم يجب أن يتم تحديدهم ضمن قائمة وهذه قائمة سمى منصة رقمية التي تضمن جميع الأصناف الذين ينطبقوا عليهم هذا القانون والذين لا ينطبقوا عن هذا القانون بالطبع هذه القاعدة للبيانات تستحق نوع من الوقت هذا بالإضافة إلى أن هناك بعض الأوامر الترتيبية التي تتفسر القانون يقول لك القانون واضح القانون ليس واضح هو قانون في بعض النقاط التعطيل هو تعطيل تقني لكن حسب تصريحات رئيس الحكومة من خلال الموقع الرسمي لرئيس الحكومة أنه في الأيام القليلة سوف ترى النور هذه المنصة هذا بالإضافة إلى الأوامر التطبيقية ويذكر أن رئيس الحكومة أكد أنه سيكون للولاة دور محوري في هذا المجال وذلك خلال افتتاح الندوة الدورية الثانية لولاة الجمهورية في سبتمبر الفارط وأوصل مشيشي خلال إشرافه على هذه الندوة بالشروع في أعداد قاعدة بيانات إلكترونية في كل الولايات تتضمن أسماء المعنيين بالقانون بهدف الإسراع في تشغيلهم وقد أكدت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية حسنا بن سليمان التزام الحكومة بتفعيل القانون عدد ثمانية وثلاثين المتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم بداية من سنة أحدى وعشرين وعلى هامشي الاستماع إليها في لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في مجلس النواب أكدت بن سليمان أن كل مطالب التشغيل ستمر حصرا عبر منصة رقمية نسق حثيث في هذه الاستعدادات تم تكوين لجنة فنية في هذا الإطار لإعداد الأوامر التطبيقية ولإعداد منصة إلكترونية لتقبل المطالب في هذا الخصوص وتقدمنا أشوات كبيرة في هذا الإطار بالنسبة لنا في ديسمبر يتم عرض مشاريع الأوامر على المصادقة ونحن في إنصات لكل ما يتم تقديمه من تساؤلات في هذا الإطار ونعد كل ما يلزم من أجل الموضوعية والشفافية وحسن تطبيق والنجاعة لإدخال هذه المقتضيات حيث التنفيذ 2021 نحن نكون أعددنا العدة لتطبيق هذا القانون ويكون فما منصة حتى الطالبي الشغل هذو ما يكونوا مباشرة يقدموا طالباتهم وأريد أن أركز على هذا لن يكون هناك قبول لأي قائمات هذا هو الهدف من كل هذه الاستعدادات هو أن يكون فما منصة مباشرة إلكترونية حتى تقدم فيها المطالب وفقا للشروط المحدة بالقانون ويتم الترتيب وفقا لهذه الشروط في كل شفافية حتى تضمن هذه الحكومة المصدقية مصدقية الدولة التونسية في تنفيذ قوانين في تطورات الوضع الوبائي في تونس ووفق آخر تحيين لوزارة الصحف أن العدد الجملي للمتعفين من فيروس كورونا بلغ 56.748 شخصا بينما بلغ عدد الحالات الجديدة الحاملة للفيروس أمسي ثلاثا ألفا وثلاثمائة وتسعة عشرة حالة وثمانين وعشرين وفاة جراء الفيروس ويبلغ عدد المرضى المقيمين حاليا بالمستشفيات ألفا وخمسمائة واثنين واربعين مريضا منهم مئتان واثنين وسبعون هم مقيمون بأقسام العناية المركزة بل قطاعين العمومي والخاص مع بداية الأسبوع شرعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع قانون المالية التكملي لسنة عشرين والفين ووفق بعض خبراء الاقتصاد فإن النسخة الجديدة من المشروع لا تترجم الواقع المالي للبلاد نسخة ثانية معدلة هي بصدد نقاش صلب لجنة المالية والتنمية والتخطيط للنظر في التعديلات التي أدخلتها الحكومة على النسخة الأولى من مشروع قانون المالية التكميلية وشملت هذه التعديلات التلفيع في تعبئة موالد الدولة والتقليص في معدلات التضخم وعجز الميزانية النسخة الثانية معدلة فيها تعديلات طفيفة تخفيض في نسبة عجز الميزانية بنقطتين تعدينا من 13.4 إلى 11.4 المدخيل الجبائية تزايد تقريبا 300 مليون دينار وثم الضغط على النفقات خاصة النفقات الدعم التي ضغطت عليها تقريبا خفضت بمليونين ألفين مليون دينار وبالتالي نقصة المديونية المديونية تعدت من 21 مليار دينار لتسعتاش مليار دينار تقريبا ورغم ما تضمنته النسخة الثانية لمشروع قانون المالية التكميل لسنة الحالية من تعديلاته يرى عدد من أعضاء لجنة المالية أن هذا المشروع لا يترجم الواقع المالي للبلاد اتفاقيات الكامور مقين عليها حتى معلومة في مستوى التقرير اللي جانا 80 مليون دينار اللي انتراء للسعوة والحكومة والدولة في الميزانية عند كيف كيف نسبة النمو وخدمه على 7.3% سلبي المعهد وطني للإحصاء خرج نسبة 10% وفي قراءة للتعديلات التي أدخلتها الحكومة على مجرع قانون المالية التكميل في نسخته الثانية يرى الخبير في الاقتصاد عزدين سعدان أن لا وجود لتغييرات تذكر في هذه النسخة لم يتغير أي شيء إلا أن واصلنا في أسلوب المغالطة وفي أسلوب تحويل الأرقام من سنة إلى أخرى دون موجب لأن العشر مليار دينار اللي كانت طلبتهم الحكومة راه يتكونوا من جزئين الجزء الأول فيه تقريبا 4.5 مليار دينار وهي نفقات أنجزت فلوس تصرفت لا تقيد في الميزانية الصحية أما هي تصرفت والمبلغ الثاني هو 5.5 مليار دينار يساوي تقريبا أجور ومرتبات الوظيفة العمومية بالنسبة لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسامبر وأكد عزدين سعدان أن ما تم فعلان هو إجبال الحكومة على تأجيل تعبئة النفقات التي تم صرفها بعنوان عشرين وألفين إلى وقت لاحق وبالتالي هناك تساؤل الحقيقة على ميزانية 2021 إذا كان تعدل في الميزانية التكميلية لـ 2020 دون المس بأرقام 2021 فهذا خطأ جسيم جدا وهذا يعني من الآن وكأننا نقول أنه رهي المشروع ميزانية 2021 ليس لها أي مصدقية واعتبر الخبيل في الاقتصاد أن أرجع النسخة الأولى إلى الحكومة السابقة خطيرة في تاريخ تونس ستكون لها تأثيرات سلبية على سورة البلاد في الخارج هذه السابقة السيئة جدا والتي أساءت راه لسورة تونس لدى المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية ولكل الأطراف التي تتعامل مع تونس ماذا كسبنا؟ لم نكسب شيء ووفقا للزنمة البرلمانية من المنتظر أن تعرض لجنة المالية والتنمية والتخطيط مشروع قانون المالية التكميل في نسخته الجديدة على جلسة عامة يوم السبت القادم للمصادقة عليها أعربت تونس الثلاثاء عن ترحيبها الشديد بنتاج ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد بها تحت إشراف البعثة الأممية للدعم بليبيا منوهة بما أفرزه من توفقات مهمة وخطوات متقدمة تتعلق بتحديد خارطة الطريق لحل الأزمة والاتفاق على موعد لإجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر احدى وعشرين والفين بالإضافة إلى تحديد اختصاصات السلطة التنفيذية وتوحيدها وأكدت تونس متابعتها بكل اهتمام لمسار المفاوضات التي احتضنتها من التاسع إلى الخامس عشر من نوفمبر الجاري في إطار الجولة الأولى من هذا الملتقى مثمنة ما تميز به من أجواء إيجابية وبناءة وحرص جلي من كافة المشاركين على تغليب منطق الحوار والتوافق والتحلي بروح وطنية ومسؤولية عالية ترجمت مدى إيمانهم بضرورة تسريع بناء معاناة الشعب الليبي وتحقيق التسوية السياسية الشاملة وعربت تونس عن أملها في أن يقع البناء على مخرجات هذا الملتقى لحل الأزمة دعية كافة الأطراف الليبية إلى مواصلة العمل بنفس الروح الإيجابية من أجل بلوغ الأهداف المنشودة في أقرب اللاجل أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عملية توحيد جهاز حرص المنشآت النفطية مؤكدة دعمها لشركات والقطاع النفطي في البلاد يأتي ذلك في وقت أعلن فيه عن عقد أو أعلن فيه عن عقد جولة الحوار السياسي لبيل أسبوع المقبل والتي ستعقد افتراضيا في ظل انقسام جهاز حرص منشآت النفط الذي تعاني منه ليبيا بوجود جهازين الأول في ترابلوس والثاني في بنغازي أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم عمليات توحيد جهاز حرص المنشآت النفطية في ليبيا مؤكدة عن دعمها للشركات والقطاع النفطي في البلاد وأوضحت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإناب استيفاني وليامز في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مؤسسة النفط الليبيا مصطفى صنعلا أنه تم اطلاق عمليات توحيد حرص المنشآت النفطية وتقديم مشروع تجريبي نموذجية لتأمين وحراسة أحد الحقول النفطية وسيتم بعد ذلك تعميمه على سائر المواقع مذيفة أن الأمم المتحدة تدعم القطاع النفطي والشركات التي تساهم في إنتاج النفط وتدعم السيادة الليبية عليها وقد تعهدت الأمم المتحدة برعاية مفاوضات توحيده لتجنب إغلاق الموانئ والحقول النفطية مستقبلا من جانبه أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط على التعويل الكبير على حرص المنشآت النفطية في استقرار النفط الذي يعد مصدر الدخل الوحيد للليبيين مبينا أن هذا اللقاء يحمل رسالة مهمة في أن استقرار إنتاج النفط يهد أهم عامل لعودة المستثمرين والشركات الأجنبية إلى العمل في ليبيا صنع لا أشار أيضا إلى الاتفاق مع بعثة الأمم المتحدة على تشكيل خالية عمل ستجتمع الأيام القادمة وتضم ممثلين وخبر عن جهاز حرس المنشآت النفطية برعاية البعثة الأممية لاستكمال عملية توحيد الجهاز وإعادة هيكلته في أخبار رياضة عدل المنتخب التونسي لكرة القدم مساء اليوم الثلاثة في دار السلام مع المنتخب تنزانيا بنتيجة هدف لهدف في الجهلة الرابعة لتصفية كاس أمم أفريقيا الكاميرون 22-2000 وسجل المنتخب التونسي سيف الدين الخاوي في دقيقة الحادية عشرة فيما عدل النتيجة فيسر سالوم لفيدة تنزانيا في دقيقة السابعة والاربعين وضمن المنتخب التونسي تأهله إلى المرحلة النهائية لكاس أمم الأفريقية بعد أن جمع عشر نقاط متصدرا مجموعته قبل جولتين من نهاية التصفيات من مغينيا السيوية بست نقاط وتنزانيا بأربع نقاط وليبيا بثلاث نقاط ويتاهل منتخبا عن المجموعة العاشرة للنهايات الأفريقية بالكاميرون نهاية النشرة مشاهدينا الكرام وهذا التذكير بأبرز مجافية في هذه العنوين أصحاب شاهد العلي المعطلون عن العمل يطالبون بتفعيل القانون عدد 38 المتعلقي بأحكام الاستثنية للانتداب وبن سليمان تؤكد التزام الحكومة بتفعيل القانون نسخة معدلة من مشروع قانون المالية التكملية أمام لجنة المالية بمجلس نواب الشعب وخبراء واتقصديون يقولون إنها لا تعكس الواقع المالية للبلاد الأمم المتحدة تطيق عملية توحيد جهاز حرس المنشآت النفطية الليبية وجولة أخرى من المفاوضات السياسية تبدأ الأسبوع المقبل أشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة